طبعا قدر الله عز وجل الاعتراض عليه وعسى ان تكره شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم لكن لو سألتك عبدالله عن اهم الاشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد اصابتك يعني بالشلل والعاق اماني اماني تتراثة اماني تتعبني في حسرة امني اني اسجد لله سيداء وان شاء الله ما انقوم منها في خوف داخلي في ايه بالقرآن تقول يوم يكشف انساق فيدعون الى السجود فلا يستطيعون انا لا مقدر اسجود في الان ايام ما كنت امشي ضيعت صلوات كثيرة الان في ناس ممكن يحزنوا عليها صح يشوفون ما هذه الحالة يحزنوا عليها لكن لما اكون ما اصلي محد يحزن عليها الثانية اني اقلب ورقة بالمصحف هذه انتو ما تفكروا فيها انا اشوفها مثل الجبل الثالثة اني نفسي وقت عيد او مناسبة او فرحة ادخل البيت اضم امني اشتركوا في القناة 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 عندما أعيش هل حاجنا بالتعليف ال世界 ليه بفيد يدفعني أين أصبح توجيه ترى أن الأعلى أراضي ترى أمين أعرف ما أعرف Oh God, forgive me when I run, when I run, I've been blessed in thee, the world is mine.